السلام عليكم و اهنا وسهلا بكم فيديو جديد مع عمر دايزر جوجل لأول مرة في التاريخ كان لها تواجد في مؤتمر جي دي سي مؤتمر مشهور للجيمز عشان تتعلم فيه عن حاجة جديدة خطيرة الحاجة هي تخليك تقدر تلعب اي جيم انت عايزها جيم كمبيوتر مثلا باعلى مواصفات باعلى جرافيكس باعلى ريزولوشن باعلى كل حاجة على اي جهاز انت عايزه على موبايلك على لابتوبك على الكمبيوتر بتاعك اللي حتى مواصفاته تعبنة جدا مفيش اي مشكلة دعيني اعرفكو التفاصيل في العادي المتعرف عليه لو انت عايز تلعب جيم قوية جيم حديثة جيم نسلة تسوق مع جرافيكس قوية جدا مثلا محتاج اما كمبيوتر قوي مع كارتة شاشة محترمة بروسيسور عالي ورقمات طبعا عالية او محتاج كونسول مثلا بلاي ستيشن او اكس بوكس او سويتش على القل ده طبعا عشان اللي بيشغل الجيم دي والمعالجة والحسابات اللي ورا تشغيل الجيم هو الهاردويل اللي عندك سواء كان كمبيوتر او بلاي ستيشن او غير وزي ما قلنا نفس الكلام برده ولكن بسكيل او بحجم اقل على الجيمز بلعت الموبايلات طبعا اتطورت جدا مؤخرا شوفنا عاجات زي باب جي وفورتنايت وغيرها من الجيمز القوية جدا ولكن هي مازالت محكومة بالهاردوير بتاع الموبايل شخصيا لو عندك بروسيسور عالي لو عندك كارتة شاشة جول بروسيسور كويسة فالجيمز في العالم كله اللي احنا عارفينه من سنين طويلة جدا من ساعتنا بدأت صناعة الجيمز كلها ان الجيم نفسها بتعتمد على الهاردوير اللي عندك الشخص اللي بيلعب الجيم عندك هاردوير احسن عندك هاردوير اقوى فتقدر تشغل جيمز احسن وجيمز اعلى وجرافيكس احسن وهكذا بس ايه اللي يحصل لو شلنا موضوع الهاردوير من معادلة خالص؟ وذلك جوجل بتحاول تعمله مع اختراع او خدمة جديدة اسمها ستيديا فكرة جوجل مع استيديا انها تشيل تماما احتياجك لهاردوير قوي او لهاردوير اساسا عشان تشغل اي جيم انت عايزة الفكرة في الموضوع انك تقدر تشغل اعلى جيم او احسن جيم او اقوى جيم من ناحية الجرافيكس على اي شاشة عندك في البيت ممكن على موبايلك على التابلت على اللابتوب على التلفزيون من غير اي هاردوير محتاجه طبعا الهاردوير اكيد مازال موجود في الموضوع عشان طبعا الجيم محتاجها هاردوير عشان يشغلها ولكن الهاردوير ده موجود عند جوجل بكمبيوترات جوجل بسيرفرات جوجل باختراعات وابتكارات جوجل لو انت بتلعب جيمز بقالك فترة اكيد سمعت مقولة الكمبيوتر ده بشغل كرايسس ولا الجهاز ده يقدر شغل كرايسس الوقت فعليا اي جهاز بيفتح كروم براوزر يقدر شغل كرايسس او طبعا احسن جيم موجودة حالين فعليا كل الهاردوير انت محتاجه هو اي كمبيوتر اي ديسك توب قديم حتى لكن يقدر يفتح كروم نفس الكلام على اي لابتوب لو عايز تلعب على التلفزيون كل انت محتاجه هي كروم كاست لسعرها مثلا 25 دولار او حاجه وجهاز بيكسل حالين لو انت عايز تلعب على الموبايل غالبا جوجل بعد كده تفتح الموضوع طبعا فاق Pirate Stadia من جوجل انت مش هتكون محكوم انك تلعب الجيم على جهاز واحدا كم احقا انا اشتريت الجيم على الاستيشن اللازم علبي علي بلايستيشن لازم عربي على الاستيشن لا تستعر تلعب주세요 لانستعر تلعب الاجيب على اي جهاز يستجتها على موبايل قدعبت الى وصلت للب الموبايل والتعبتت بعد. وصولت وصلت الى الموبايل وعلي West veel' analytics تكمل على تليف زيеты طبعا انترنت في الغالب يجب أن يكون جيدا جوجل محددتش بالضبط المتطلبات الانترنت اللي انت محتاجه عشان تلعب الجيمز على استيديا ولكن اتوقع ان يكون لازم يكون حاجة كويسة انت لو متابع الاخبار ممكن تحس الكلام ده شوية مقلوف يعني ما احنا سمعنا قبل كده عن موضوع الجيم ستريمينج وما اعرفش ايه لكن ما انجحش يعني مش شوفناوش اشتغل كويس ولا شوفنا فعلا بلاتفورم ناجح في موضوع الجيم ستريمينج لكن جوجل اللي عمله شوية حاجات مجرمة كده ممكن تخيل الموضوع فعلا اعتبر ممتاز جوجل عمل التعامل مع شركة اي ام دي عشان تنتج كارتة شاشة مخصوص لموضوع استيديا وكارتة شاشة دي المفروضنا قوية جدا العملات الحسابية في كارتة شاشة بتقاس بحاجة اسمها تيرافلوبس في البلاي ستشن عندك اربعة وشوية تيرافلوبس في الاكس بوكس ستة وشوية مع الجي بيو جديدة بتاعت جوجل او كارتة شاشة جديدة عشرة وشوية يعني تقريبا قدل اتنين مع بعض ودوقتي تخيل الكمبيوترات والسيرفرات بتاعت جوجل مع كارتة شاشة الخطيرة اللي عملينها جديدة هي دي كأنها الهاردوير بتاعك انت هي دي اللي هتشغلك الجيم اللي هتلعبها عندك على الشاشة اللي قدامك واي جيم كمان تستخدم اكتر من كارتة شاشة يعني ممكن تستخدم اثنين او ثلاثة عشان تديك كمان جرافيكس اقوى واحسن فنتيجة كده جوجل بتقول انستيديا يقدر يشغل اي جيم بقى اعلى جرافيكس ممكنة فور كي اتش دي ار 60 فريم في الثانية طبعا دي ارقام خيالية محتاج طبعا كمبيوتر متوحش عشان يديك اداء زي ده مع اي جيم دلوقتي بس موضوع الهاردوير الخطير ده مش مفتوح بس من ناحية الجيمرز او من ناحية مستخدم لا جوجل فتحها وده الهدف الاساسي فتحها للمطورين عايز المطورين يستخدموا الهاردوير بتاعها على السيرفارات بتاع جوجل عشان يطوروا الجيمز او يعملوا جيمز جديدة اللي بيحصل في العادي لما بيجي اي استوديو بتاع جيمز عايز يطور او عايز يعمل جيم جديدة بيعملها بناءا على الهاردوير او امكانيات الجهاز اللي تشتغل عليه وليه يكون مثلا بلاي ستيشن ما ينفعش تديك جرافيكس اعلى اللي يقدر يشغلها الجهاز البلاي ستيشن لكن مع فكر ستيديا من جوجل الموضوع مفتوح تماما طبعا البروستيسور عندك هو سيرفارات جوجل وكمبيوترات جوجل وتستخدم كمان اكتر من كارتة شاشة الجيم الواحدة تستغل اكتر من كارتة شاشة من الكروت اللي عملينها الجديدة دي فانت مثلا بتشوف اي جيم مثلا بتاع الكمبيوتر مكتوب عليها مينيوم ريكويرمنس مثلا بروستيسور معين رامات معينة هنا الموضوع لا محدود عندك اعلى امكانيات ممكنها فعلى حسب كلام جوجل الحدود هنا هي خيال المطور اي حاجة يقدر يتخيلها هيقدر ينفذها طبعا عشان الهاردوير قوي جدا فتوقع تشوف جرافيكس ما شوفناهاش قبل كده هذا طبعا اذا المطورين دول او مصممين الجيمز قرروا انهم يشتغلوا مع جوجل ويعملوا معها جيمز فعليا في اوريدي استوديوز جوجل اتكلمت عليهم داخلين في الموضوع مثل يوبي سوفت طبعا الستوديو المشهور اللي بيعملنا اساسنس كريد وبيعمل فار كراي دول اللي كانوا عاملوا مع جوجل قبل كده تجربة لموضوع استيديا عندك أيضا اد سوفت وير الستوديو المشهور اللي بيعمل لعبة دوم وعلى فكرة جزء جديد من دوم دوم اترنل ستنزل على استيديا وجوجل ستبدأ بنفسها يعني استيديا مش هيكون بس جيمز ستريميج سيرفيس هيكون كمان استوديو عشان يطور جيمز ويصنع جيمز يعني هتشوف جيمز مصنوعة من استيديا نفسها او من جوجل طبعا مع اي حاجة من الجيمز دي اترى تستخدم الماوس والكيبورد او انت بتلعب على الكمبيوتر او تستخدم مثلا الكنترولر بتاع الاكس بوكس اللي عندك او اي كنترولر تاني وجوجل كمان عاملة كنترولر شخصيا هي اللي مصنعها كنترولر جديد كون نسمع عنه تسريبات قبل كده وبتقول ان ده هيديك احسن تجربة مع استيديا لكن طبعا مش حاجة مطلوبة انك تشغل الجيمز على استيديا لكن مش بس كده جوجل كمان مدخلها يوتيوب في الموضوع بشكل قوي جدا في العادي لو انت ليش في الجيمز مثلا ممكن تكون فاتح يوتيوب تتفرج على واحد بيلعب جيمز واحد مثلا يوتيوبر قاعد بيلعب جيمز في مكان معين وانت بتفرج عليه عشان بتتسلى تشوف الجيم مثلا تشوف وبيلعبها ازاي وهكذا او بسا بتتفرج على تريلر او اعلان جيم جديدة ومتحمس لها وهكذا لكن مع استيديا مش بس هتتفرج هتلاقي جنب الفيديو ده كلمة play تضغط عليها هتتفتح لك اللعبة مباشرة اللعبة شخصية انت كنت تتفرج عليها دي وجوجل بتقولين الكلام ده بيحصلت خلال خمس ثواني بس يعني مفيش انك تستنى داونلوود الجيم لأ حنزل الجيم عندي الاول وجود تضغط play الجيم هتشتغل عندك مباشرة الكلام ده ممكن يكون في تاب في كروم عندك على اللاب توب عادي جدا او حتى كمان على الموبايل فتح يوتيوب تضغط لي تلعب الجيم اللي انت تكون تتفرج عليها دي على الموبايل مباشرة طبعا اذا الفكرة تنفذت بالطريقة دي ومتكونش محتاجة انترنت 15 جيجابايت في الثانية فهي فعلا فكرة خطيرة جدا هو ده فعلا مستقبل الجيمز دي الحاجة اللي ممكن كون بنحلم بها فعليا ومش بس كده في شوية افكار تانية كمان مجنونة جدا لما انت مثلا تتفرج على واحد مشغل جيم لايف مثلا بيلعب بي اس ولا بيلعب فيفا تقدر تعمل جوين وتخش تعمل مع ملتي بير في نفس الجيم اللي هو بيلعبها من الفيديو اللي انت تتفرج عليه ومش بس من جوا يوتيوب انت فعالين كل انت محتاجه عشان تشغل اي جيم هو لينك او رابط عادي جدا رابط لأي موقع مثلا لكن رابط ده لالجيم تضغط عليه هتتفتح الجيم قدامك رابط ده ممكن تبعته لحده على واتساب تبعته لفمسج مجرد ان يضغط على اللينك هتتفتح الجيم شخصيا من الافكار الجديدة الغريبة كمان اللي جوجل عاملها انها مدخلها الاسيستنت في الموضوع لو انت مثلا بتلعب جيم وصوت الحتة مش عارف تعديها حتة فيها بازل صعب شوية تغيرت شغل الاسيستنت ولا هيكون ليه زراره على فكرة مخصوص جوه الكنترولر بتاع جوجل وتسأله وعدي الحتة دي ازاي وبدل ما تعمل سرش وتدور وتشوف فيديوز علي يوتيوب عشان تعرف تعدي الحتة دي ازاي الجيم نفسها تطلع لك فيديو في نفس الحتة اللي انت فيها بالزبط في الجيم توريك تعديها ازاي الفيديو يتقفل وتكمل الجيم عادي جدا وانت جوه الجيم غير ما تطلع بره خالص ولما انت مثلا عندك قناة وبتلعب جيمز على اليوتيوب اي حاجة تلعبها على استيديا تقدر تعملها شير مباشرة سواء لايف او سواء حتى تسجيلها 4K 60 فريم في الثانية وتعمل لها شير بعد كده كل الكلام ده طبعا ازاي اشتغل كويس ممكن فعليا ان يغير شكل الجيمز في العالم وجوجل عندها الامكانيات انها تعمل حاجة زي دي بشكل كويس يعني لو انت بتلعب جيمز على الكمبيوتر مفيش حاجة تاني يسميها الجيم دي مش هتشتغل عندي الجيم دي مش هتشتغل بأحسن جرافيكس مش حاجة يسميها محتاجة اشتري رامات اكتر ولا اشتري كارتة شاشة جديدة كل حاجة عندك شغالها على اعلى ما يمكن نفس الكلام برضو على اي موبايل انت فعليه موبايل كل الشغال فيه هو الشاشة لكن هاردوير الداخلي لا يوجد اي علاقة بالموضوع الشاشة مع انترنت وصل لها كل حاجة تماما طبعا برضو فكرة ستيديا ممكن تكون مناسبة لناس اكتر بكتير مقابلاتا بالبلاي ستيشن او الاكس بوكس الحاجة دي طبعا انت محكوم من اكتلابها على التلفزيون ومحكوم بالهاردوير بتاعها لكن دوقتي هتقدر تلعب الجيم في اي مكان على الموبايل تكملها على اللابتوب تشغلها على الكمبيتر الشغل الكمبيتر البيت على اي حاجة طبعا الهاردوير والسيرفرات جوجل اكيد اقوى من البلاي ستيشن والاكس بوكس جوجل كمان بتقول موضوعه هيتطور الوقت يقدروا يشغلوا 60 فريم في الثانية 4K HDR بعد كده هتقدر تشغل 8K 120 فريم في الثانية مع HDR ودي عاجات اصلا مش موجودة تخيل كده نفسك بتلعب جيم 8K 120 فريم في الثانية والامكانيات كمان مش مجرد شكلها احسد الموضوع ممكن يقسر على الملتي بلاير بشكل عظيم من الممكن انت تلعب بوب جي على موبايل الهاردوير بتاع الموبايل موجود في ايدك لكن السيرفر اللي انت تعمل على الجيم موجود في امريكا الجيم بتتنقل من الهاردوير ولا ترجع الهاردوير تاني ولكن في موضوع جوجل هاردوير هو نفس السيرفر او إتنين موجودين في نفس الحاجة لديك ألاف مثل الباب جي مع ألف وواحد غيرك فالخلاصة ستاديا من جوجل سيجعلك تدع تلعب أحسن جيمز أحدث جيمز مع أقوى جرافيكس من غير ما تكون محتاج أي هاردوير مميز تدع تلعب مع التلفزيون مع كروم كاست تلعب على أي ديسك توب أو على أي لاب توب من خلال صفحة براوزر كروم معادية جدا أو تقدر تلعبها على الموبايل وتكمل ما بين الأجهزة كلها في أي وقت سيدي ولو أريد صاحبك تلعب معاك كل عليك تبعاته وينك هيفتحه ويدخل في الجيم مباشرة ولو تفارج على جيم على يوتيوب تستطيع تعمل بلاي وتلعب بالجيم التي تفارج عليها على يوتيوب بيكون لها أفكار رهيبة أنا على نفسي بصلاحة متحمس جدا أنا من زمان شايف الموضوع الجيمستريمينج هو المستقبل وخطوة جوجل مع استيديا تعتبر قوية جدا في النقطة وكيد لو أنت جيمر كلم دا تحمسك جدا ولكن عايزك تقلل حماسك قليلا صغيرين كده لحد الآن جوجل ما قالتش إحنا محتاجين ندفع كام مقابل الخدمة دي هندفع حاجة شهرية مثل نتفليكس ولا هندفع حاجة سنوية ولا هندفع بناء على الجيم اللي هنعبها لسه مش عارفين إمتى هتتوفر استيديا؟ برضو لسه مش عارفين بالزبط جوجل بتقول في وقت ما يخلق 2019 لك هتبدأ بأمريكا وإنجلترا وكام دولة تانية لعالم العربي لسه مش موجود في الأول ولكن جوجل بتقول أنها ستتوفر لدول تانية خلال 2019 أين كان أنا مازلت متحمس وده كانت كل شيء محتاج تعرفها عن استيديا من جوجل ولكن لو أعجبكم الفيديو لا تنسوش العاق نيف لا تنسوش تشاركوا في القناة اشتركوا رأس التنبيات لكي توصلكم كل الفيديوهات الجديدة أول بأول لا تنسوش كمان تابعيني على انستجرام فيسبوك و تويتر وأبدا تكون لها أكيد تحت الفيديو ونشاء الله فيديو اللي جاي سلام اشتركوا في القناة